في إطار خطة وزارة النقل لتشغيل السفن وتسريع وتسهيل حركة نقل البضائع والمواد الغذائية وتوفير أجور النقل عبر البحر وصلت إلى مرفأ ترتوس البحري السفينة السورية الأولى التابعة لوزارة النقل محملة بـ 15500 طن من القمح لصالح الحكومة السورية ودعم الشعب السوري ومقاومة سموده الحمد لله تجسرت ذهاب وأياب 14-15 يوم مع الانتظار يعني رحلة قصيرة جدا وموفقة بإذن الله وفي رحلة إن شاء الله قريبة جدا نفس الرحلة بإذن الله الجاهزية الفنية للسفينة ممتازة السفينة حديثة بناء 2009 في اليابان الطاقم كله سوري والحمد لله العالم سوري والإدارة السورية بامتياز ونعتز بأننا سوريون تأتي هذه الخطوة كنتيجة للإجراءات التي تعمل عليها الوزارة لدعم النقل البحري وتهيئة المناخ الإيجابي الذي يلبي احتياجات الحكومة وتأمين المستلزمات الأساسية للمواطن ورفض الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات للمصدرين ودعم علاق تعاون والاتفاقيات مع الدول الصديقة نحن نعتز بالجهود التي بزلت من العاملين في وزارة النقل لإبحار هذه السفينة ونحن على انتظار لسفن أخرى ستبحر وتأتي بالمواد اللازمة للشعب السوري هذا الشعب الذي أثبت أنه يستحق الانتصار ويستحق العيش لأنه ضحى بدمه وبكل ما يمكن أن يضحي به من أجل نصر سوريا وعزة سوريا كما تتم متابعة إجراءات العمل في مرفأ طرطوس من حيث جاهزيته المستمرة والدائمة لتفريغ الحمولات والشحنات الواردة من قبل الجهات المختصة حيث تقوم باستلام شحنة القمح وفحصها بالتعاون مع المعنيين في وزارة التجارة الداخلية والجمارك وإدخالها وتسهيل حركة نقلها إلى مستودعات التوزيع الخاصة والمعتمدة كان في استقبال السفينة والركب المبحر وزراء النقل المهندس علي حمود والنفط المهندس علي غانم وتجارة داخلية عبدالله الغربي وصفوان أبو سعد محافظ ترطوس وغسان أسعد أمين فرع الحزب بترطوس والمدراء العامين في قطاع النقل البحري